تمثلا ما دخلت علي حزين ومتنكت زيك زي انا بس انا يمكن فكيت شوية عشان بطبيع اللي هو ايه خلاص حصل اللي حصل طب اللي جاي ايه بدل ما افضل ايه عايش على حصل انا ما اتكلمتش من البيع انا مرة اتكلمت دلوقتي والله حقيقي اه محوة جدة طبعا بس خلاص يعني احنا لازم نبص القدام طيب حتى استمر اللي قدام ده بقى نتعامل معه ازاي يعني نتعامل معه ازاي لمرة بشكل صحيح ايه هي المرة نتعامل بها بشكل صحيح وبشكل الصحيح ده معناه ايه ما نهدش اللي وصلنا له ايوة لازم يعني ما نفعش كل مرة رجع عبدأم الصفر المشوار بعيد وطويل وكل حاجة اي جهاز فني اي جهاز فني يبقى يتم اختياره بمعايير لو كيروش هيقعد يبقى هو علشان هو متوافق مع المعايير اللي مجلس دارة اتحاد الكورة حطاها في اختيار مدير فني المنتخب صح قرروا انه مش هيكون موجود يبقى في معايير يتم اختيار الكوتش الجديد على اساسها لو هتسألني على الرأي الشخصي انا هقولك ان اقدر واحد انه يستمر ويكمل اللي بناه او اللي بدأوا هو كارلوس كيروش نفسه النهاردة هو اقدر واحد على انه يعرف مواطن الخلل فين نقاط الضعف موجودة فين بنا منتخب عنده شخصية منتخب بقى عنده قلية للانتصار بقى عنده طريقة يقدر يكسب عارف في باترن فيه نمط فيه شكل واضح للفريق عندنا هوية حتى ولو كانت الهوية دي مش على هوانة ما بتعجبش الناس ما بنقدمش كرة حلوة وبس كلمة كرة حلوة دي يا جماعة كلمة مططة جدا ياريت اي حد بيقول لي عايزين نلعب كرة حلوة اقول له تعالى نقعد نتفق ايه هي معايير الكرة الحلوة هل معايير الكرة الحلوة دي موجودة عندنا في الامكانيات المتاحة موجودة في ظل ظروف المسابقات وعدد الاندية وضغط الجدول بطريقة مستمرة والبطاطل الاندية بتلعب فيها بره الى اخيره والمواهب والعمار السنية الى اخيره لو دي مش قابلة للتطبيقه مش موجودة مقدرش نتكيف مع الكرة الحلوة والهوية كلمة هوية دي صراحة كلمة برضو يعني بعيدة جدا يعني ايه هي هوية منتخب مصر ايه هي هوية ايه منتخب اصلا هل منتخب اسبانيا ليه علاقة بالكرة اللي بيقدمها راميديو برشلونة هل منتخب انجلترا ليه علاقة بالكرة بيقدمها الشيتر سيتي وليفر بول حيانا المنتخبات ظروفها ابعد ما تكون عن الاندية فياجب ان احنا نبقى موضوعين ومنطقيين ياجب ان احنا ما تغرناش الانتصارات اللي بحقها الاهلي والزمالك وبرامدز وغيرهم في البطاطل القرية او في البطاطل العالمية لما الاهلي بيوصل او غيره علشان نحاول ان احنا نريبليكات المودل ده ونطبقه بحق زفيره على المنتخب لان الوضع مختلف تماما